المقصود بحقوق الطبع والنشر في الكثير من البلدان عندما ينشئ شخص عملا أصليا تم أعداده في وسيط فعلي فهو يمتلك تلقائيا حقوق الطبع والنشر لهذا العمل وبكيفته مالك حقوق الطبع والنشر لديه الحق الحصر في استخدام العمل وفي معظم الأحيان يجوز لمالك حقوق الطبع والنشر فقط أن يمنح الآخرين الأذونات لاستخدام العمل ما أنواع الأعمال التي تخدع لحقوق الطبع والنشر الأعمال الصوتية المرئية مثل العروض التلفزيونية والأفلام والفيديوهات على الإنترنت المقاطع الصوتية والمؤلفات الموسيقية الأعمال المكتوبة مثل المحاضرات والمقالات والكتب والمؤلفات الموسيقية الأعمال المرئية مثل اللواحات الفنية والملسقات والإعلانات ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر أعمال الدراما مثل المسرحيات والمسرحيات الغنائية لا تخدع الأفكار والحقائق والعماليات لحقوق الطبع والنشر وبحسب قانون حقوق الطبع والنشر يجب أن يكون العمل مبتكرا ومعدا في بسيط فعلي كي يصبح مؤهلا للحماية بموشب حقوق الطبع والنشر ولا تخدع الأسماء والعناوين في حد ذاتها لحقوق الطبع والنشر هل يمكنني استخدام عمل محمي بموشب حقوق الطبع والنشر بدون انتهاك هذه الحقوق نعم يمكن استخدام عمل محمي بموشب حقوق الطبع والنشر بدون مخالفة حقوق المالك وذلك من خلال اتباع مبدأ الاستخدام العادل أو الحصول على إذن لإستخدام محتوى يخص طرفا آخر في الفيديو الذي تنشئه إذا كنت تنوي استخدام موسيقى تخص طرفا آخر في فيديو من إنشائك ننصحك بالاطلاع على الخيارات المتاحة لك لاستخدام الموسيقى يختار بعض موشئ محتوى تاحت إمكانية إعادة استخدام أعمالهم وفقا لمتطلبات معينة تسمى ترخيص ترجمة نانسي قنقر